موسيقى رئيس الجمهورية يوهني دونالد ترامب بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية موسيقى مجلس الوزراء يصدق على عدد من مشاريع القوانين والمرسيم من بينها مشروع قانون حول النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا موسيقى وزير الأول يترأس اجتماع لجنة الوزرية المكلفة ببرنامج واشوط مدينة عصرية موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدنا أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الرابعة من القناة الموريتانية هنأ فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ الأسواني اليوم أمس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب سيد دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية جاء ذلك في طاردة لفخامته عبر منصة إكس هذا نصها تهنين الخالصة لرئيس دولة الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب سيد دونالد ترامب على نيله ذقة الشعب الأمريكي في الانتخابات ونتمنى له التوفيق وهي مناسبة أيضا لتأكيد تطلعنا نحو تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدين الصديقين اجتمع مجلس الوزراء أمس تحت رئاسة صاحب الفخامة سيد محمد الشيخ الأسواني رئيس الجمهورية وقد درس المجلس وصدق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا الموقع بن واشوط بتاريخ السادس يوناير 2021 يدفو هذا الصندوق إلى تعزيز الصادرات الإفريقية من خلال توفير الدعم المالي للشركات وتسهيل التجارة البينية الإفريقية مع بقية العالم إن مصادقة بلادنا على النظام الأساسي لهذا الصندوق لها أهمية كبيرة لأنها ستمكن شركاتنا من الاستفادة من الموارد المالية والتقنية التي يوفرها الصندوق وتحسين أدائها تصديري كما ستعزز خلق فرص العمل ورفع مستوى المنتوجات المحلية في الأسواق الدولية ستعزز أيضا تكاملا للاقتصاد الإقليمي والقري كما ستساعد على تحسين سلاسل القيمة في إفريقيا وتعزيز تجارة البينية الإفريقية من خلال دعم مشاريع المشاريع البنية التحدية والتحول الصناعي كما درس المجلس وصدق على مشاريع المراسم التالية مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 041-2024 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2024 يلغي ويحل محل القانون رقم 006-2017 الصادر بتاريخ فاتح فبراير 2017 المعدل والمكمل المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص يدف مشروع المرسوم هذا إلى تطبيق القانون رقم 041-2024 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2024 ويسمح على وجه الخصوص بما يلي توضيح مصطرة منح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع آلية واضحة للإجراءات التفاوضية وتفصيل شروط وطرق استخدام هذه الآلية عندما يكون مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص استراتيجيا وأولويا تأكيد الدور الاستراتيجي لمجلس الوزراء لسيما خلال مراحل تحديد وإسناد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إجراء التعديلات والتوضيحات على محتوى ملفات الطلبات والعروض الفنية والمالية المطلوبة من المترشحين كجزء من الدعوة لتقديم العروض أو الحوار التنافسي مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لنقل الدم مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 222-2011 الصادر بتاريخ الثاني والعشرين سبتمبر 2011 المتعلق بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 253-87 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1987 المعدل بالمرسوم رقم 036-2008 الصادر بتاريخ الخامس مارس 2008 المتضمن إنشاء مؤسسة عمومية تسمى ميناء وشوط المستقل المعروف باسم ميناء الصداقة مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 103-2015 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2015 المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 186-83 مكرر الصادر بتاريخ 19 يوليو 1983 المعدل القاضي بإعادة تنظيم المؤسسة العمومية المسمات ميناء وديب المستقل مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 140-2014 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2014 المتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 071-96 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 1996 القاضي بإنشاء مؤسسة ميناء خليج الراحة تهتف مشاريع المرسوم الثلاثة هذه إلى تعديل بعض ترتيبات المرسوم المنشئة المنشئة لهذه المؤسسة والمتعلقة على وجه الخصوص بالوصاية الفنية وبتشكيلة هيئاتها المداولة بعد إسناد الوصاع عليها للوزارة المكلفة بالصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية في إطار إعادة هيكلة بعض القطاعات الوزارية طبقا للمرسوم رقم 143-2024 الصادر بتاريخ 6 أقصص 2024 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا يتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى من فاتح سبتمبر إلى غاية الواحد والثلاثين أكتوبر من السنة الجرية يندرج هذا البيان في إطار آلية المتابعة المنهجية عن قرب التي تم اعتمادها بتعليمات من فخامة رئيس الجمهوري محمد الشيخ الأزواني في سبتمبر 2023 بهدف تحسين تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج التنمية ويهدف إلى إطلاع الحكومة على حالة تقدم تنفيذ الصفقات المبرمة في إطار هذه المشاريع ويبدو أن وثيرة تنفيذ المشاريع شهدت تراجعا خلال الشهرين الآخرين بسبب توقف بعض الورشات خلال فصل الخريف ومن أجل تحسين الوضعية وبناء على توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تسريع تنفيذ هذه الصفقات وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل وآخرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية وزارة العدل لدارة المركزية مدرية الشؤون الجنائية والعفو المدير القاضي محمد لمين باري المختار فالنائب المدعي العام ندى المحكمة العليا سابقا وزارة البيئة والتنمية المستدهمة ديوان الوزير مكلف بمهمة أحمد زين المدير المساعد للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير سابقا المفتشية الداخلية مفتشة الوزن حنن هنون حاصل على شهادة الماستر إطار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإدارة المركزية مديرية التخطيط والتنسيق ومتابعة البرامج والإحصائيات المدير المساعد الشيخ تجاني نجيه رئيس مصلحة بنفس المديرية سابقا مديرية الموارد البشرية المدير محمد الهيب الشيخ سعد بو مدير مساعد بنفس المديرية سابقا المديرة المساعدة عيش تانديا صنبا مديرة مساعدة بمديرية التقييم والرقابة البيئية سابقا مديرية النظم والاتفاقات متعددة الأطراف المدير دنبا كامرا مدير الموارد البشرية سابقا المدير المساعد محمد الهيب نامو اطار في الوسارة سابقا مديرية التقييم والرقابة البيئية المدير المساعد عبدالله بكر مبارك مفتش سابق مديرية حماية الأنواع واستعادة الطربة المدير المساعد مختار أدمبا رئيس مصلحة بنفس المديرية سابقا هذا وعلق كل من وزير تكوين المهن والصناعة التقليدية والحرفي الناطق باسم الحكومة ووكالة محمد مع العينين أيه ووزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد داولبو ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعود بن ذبحام في مؤتمر صحفي نقدوه مساء أمس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء واستعرض سادة الوزراء كل فيما يعنيه مشاريع المراسيم والقوانين التي صادق عليها المجلس وسنعود لهذا المضوع في تفاصيل أكثر في نشراتنا القادمة تنفيذ لتعليمات فخمة رئيس الجمهورية في اجتماعه الأخير بالوزير الأول والوزراء حول مدى تقدم برنامج جنواكشوط مدينة عصرية والتي نصت على ضرورة توسيع التشاور مع السلطات الإدارية والمتقابين ترأس معالي الوزير الأول السيد المختار ولي جاي مساء أمس بالوزارة الأولى ثلاثة اجتماعات للجنة الوزرية المكلفة بإعداد وتنفيذ هذا البرنامج في ولايات نواكشوط الثلاث وبحضور السلطات الإدارية والنواب والعمد على مستوى هذه الولايات وفي كلمته التطيرية كدم عالي الوزير الأول أن برنامج جنواكشوط مدينة عصرية يهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والمياه وفك العزلة والولوج لخدمات الماء والكهرباء والنظافة وحماية البيئة والإنارة العمومية وذلك طبقا لتوجيهات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ العزوان الرامية إلى الرفع من مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وقد استمعت اللجنة إلى عرض قطاعي عن كل مكونة من مكونات هذا البرنامج نواكشوط مدينة عصرية يستعرض الاغتراحات المقدمة للرفع من مستوى هذه الخدمات الأساسية في إطار هذا البرنامج الذي سيدعم بمكونة الخدمة التطوعية التي ستقوم بها التنظيمات الشبابية في إحياء مدينة نواكشوط وقد مكن السعرات ونقاش هذه المكونات النواب وممثل جهة نواكشوط وعمد هذه المقاطعات من إبداء ملاحظاتهم ولعرابع مستوى ارتياحهم لهذه المبادرة الأولى من نوعها التي مكنت من تشخيص تشاركي لهموم المواطنين ومشاكلهم وأخذها بعين الاعتبار واقتراح الحلول المناسبة لها وبهذه المناسبة عبر المنتخبون عن شكرهم لفخمة رئيس الجمهورية والحكومة على تصور هذا البرنامج الذي يستجيب لأغلب المشاكل التي تعاني منها مختلف مقاطعات العاصمة والذي يشكل نقلة نوعية في الخدمات الأساسية وفي نهاية اللقاء أستامع للوسير الأول توجيهاته للقطاعات الحكومية المتدخلة بأخذ ملاحظات السلطات الإدارية والمنتخبين على مشروع هذا البرنامج بعين الاعتبار ترجمة نانسي قنقر التقى وزير شؤون الخارجية وتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم المرزوق أمس في نواكشوط بالمبعوذ الخاص للجمهورية الفرنسية إلى الساحل كريستوف غيريو تطرق اللقاء لبحث مختلف مجالات تعاون بين البلدين وأسبل تعزيزها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك جرى اللقاء بحضور المدير العام لمديرية تعاون متعدد الأطراف بالوزارة أحمد محمودا والسفير الفرنسي في بلادنا أليكسندر قرسيا أليكسندر قرسيا رفيع المستوى حول الاقتصاد الرعاوي والزراعي يهدف المنتدى إلى تقييم مدى تنفيذ الانتزامات التي تم تعاهد بها في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية منتدى الواكشوت زايد عشر رفيع المستوى حول الرعي في دول الساحل وغرب إفريقيا ينعقد لبحث النجاحات التي تحققت وصعوبات التي واجهت الدول الأعضاء في منظمة سيلس في تنفيذ مضامين إعلان الواكشوت لعام 2013 تشارك في هذه القمة وفود من الدول الأعضاء في منظمة مكافحة آثار الجفاف في الساحل فضلا عن الشركاء الفنيين والماليين لمناقشة المسارات المستقبلية لخطة عمل المنظمة لتعزيز القدرة على التصدي للطوارئ والتحديات الرعاوية وزراعية في منطقتين الساحل وغرب إفريقيا يلعب قطاع الثروة الحيوانية دورا مهما في اقتصادات دول الساحل وغرب إفريقيا حيث يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتغذية السكان ومكافحة الفقر وهو إلى ذلك يمثل ركيزة أساسية بالنظام الاقتصادي والاجتماعي لهذه البلدان حيث يساهم بنسبة عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى دوره الفعال في الأمن الغذائي والحد من الفقر وتوفير فرص التشغيل لليد العاملة ومع ذلك فقد تأثرت قدرة المجتمعات الرعوية على الصمود بسبب تغير المنهخ وما ينتج عنه من آثار بيئية مقتصادية واجتماعية وأحيانا سياسية ولمواجهة هذه التحديات استضافت المقشوط عام 2013 المنتدى رفيع المستوى الذي حددت له أهداف طموحة تشمل تأمين موارد المجتمع الرعوي في البلدان لأعضاء بمنظمة سلس وتسعى إلى الرفع من مستوى الإنتاج الحيواني في هذه البلدان عشرية سيتم عرض إنجازاتها في هذا المنتدى رفيع المستوى إضافة إلى رسم المسارات المستقبلية للمنظمة كضمان لتحسين الإنتاج الزراعي والرعوي ونحن نجتمع اليوم لتكريم وتعزيز هذه الشراكة الإساسية مسترشدين برؤية مشتركة هي رؤية تعزيز التنمية المستدامة وقدرة مجتمعاتنا الرعوية على الصمود والتي غالب ما تكون في الخط الأمامي لمواجهة تحديات تعيير المناخ والأمن الغذائي ومكابحة الفقر إن التحديات جسيمة لكن تصميم على بناء مستقبل أفضل لمجتمعات الرعوية ولشعوبنا ككل سبيل ناجع لمواجهة تلك التحديات مواجهة التحديات والازمات يعنوان المرحلة يعمل المشاركون على وضع استراتيجية للتغلب على كل ما منشانه عرقلة التنمية في بلدان المنطقة لمين التنفيذي لمنظمة السلس عبدالله محمد قال إن بلدان الساحل تتحد لتامين نمط العيش وتوفير الوسائل الضرورية مضيفا أنه يجب العمل على تحسين إنتاج المشتغلين بالتنمية الحوالية خلال السنوات الخمس القادمة بهدف زيادة دخلهم كما عبر عن شكر تنظيمها لهذا المنتدى في ظروف ملائمة ستسهم في إيجاد حلول للمشكل المشترك بين بلدان المنطقة مدير فرع البنك الدولي بغرب إفريقيا شاكيب جينان أكد على أهمية هذا المنتدى الذي ستعرض فيه نتائج عشر سنوات من العمل المنبذق عن مؤتمرين واكشوت 2013 وانجامينة مشيرا إلى أنهم سعوا خلال هذه الفترة الزمنية إلى تدليل العديد من الصحاب والتحديات الكبيرة التي تواجه الأنشطة الأساسية للمنظمة على هامش الجلسة الافتتاحية تابع الحضور وثائقيات تستعرض ما تم إنجازه خلال العشرية الماضية من تدخلات للمنظمة وخطط يراد منها التخفيف من آذار الجفاف في منطقة الساحل وغرب إفريقيا نظمت وزارة العمل الاجتماعي وطفولة والأسرة أمسي في نواتشوت ورشة عمل لدمج نتائج الورشات الموضوعية في الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص ذوي العاقة تأتي هذه الورشة تتويجا للورشات التي تم تنظيمها خلال شهر إكتوبر المنصر والهاتف إلى وضع خطة لترقية حقوق الأشخاص ذوي العاقة ورشة عمل حول مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص ذوي العاقة يهدف من خلالها قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالتعاون مع اليونسيف إلى وضع خطة لترقية الأشخاص ذوي العاقة ودراسة التحديات التي تحول دون مشاركتهم ودمجهم في الحياة قام المجلس الوطني متعدد القطاعات لترقية الأشخاص ذوي العاقة بوضع واعتماد خطة خمسية 2016-2020 لترقية الأشخاص ذوي العاقة بالتعاون مع القطاعات المعنية بالإشكالية ومع انتهاء الفترة الزمنية للعمل بالخطة المذكورة والحرص على مواصلة الجهود لخدمة هذه الفئة الهامة من المجتمع كان من الضروري وضع استراتيجية وطنية لترقية حقوق هذه الكريمة من المجتمع بهدف دمج بعد الإعاقة على مستوى مختلف السياسات والاستراتيجيات الحكومية الأمر الذي جعل قطاعنا يقوم بإعداد مشروع استراتيجية وطنية لترقية الأشخاص والإعاقة مسؤولة السياسات الاجتماعية في منظمة اليونسيف بفالنتينا بيروس بيري أوضحت أن اليونسيف تعمل منذ سنوات على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم من خلال التكفل بحقوقهم في التعليم والصحة الورشة سيتم خلالها تقديم عروض نظرية حول آدية تنفيذ الاستراتيجيات التي تم إعدادها لترقية وحماية حقوق الأشخاص المعاقين اختتمت مساء أمس بن واشوط أعمال الدورة التاسعة والخمسين العادية لمجلس وزراء اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة أثار الجفاف في الساحل وقد توجدت أعمال هذه الدورة بإصدار عدة توصيات وقرارات سيتم العمل على تنفيذها في المستقبل الدورة التاسعة والخمسون العادية لمجلس وزراء اللجنة المشتركة دائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل سلسة منعاقدة في نواق شوط تحت عنوان من أجل ساحل أفضل تختتم عملها تم خلال هذه الجلسة مناقشة خطة عمل المنظمة لسنة 2025 واتخال عدة قرارات وقد أعرب الوزير الشادي منسق مجلس الوزراء كيدابا لا عن ارتياحه للأجواء التي جرى فيها انعقاد دورة واق شوط وذكر الحضورة أن المنظمة أنشئت من أجل تأمين نظام الزراعة والرعي الذين يواجهان اليوم تحديات كبيرة يجب توفير آليات جديدة لرفعها ومواجهتها مضيفا أن التوصيات الصادرة عن دورة واق شوط التاسعة والخمسين تهجف إلى خلق تحول كبير لمستقبل المنظمة ثمنا دور الشركاء الفنيين والماليين لسلسة وخلال الاجتماع وجه الوزراء المشاركون شكرهم لفخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ رازواني رئيس الاتحاد الافريقي والحكومة والشعب الموريتانيين على حفاوة الاستقبال والتسليلات المقدمة لإنجاح أعمال هذه الدورة منوهين بدور الشركاء الفنيين والماليين وفي الختام أصدر المجلس جملة من التوصيات والمقترحات العملية طلب بالعمل على تجسيدها لمسايرة الإصلاحات الجديدة للمنظمة كما اخترح تنظيم الدورات العشرين لرؤساء دول وحكومات المنظمة في السنة القادمة بموريتانيا كما تأمس همسي بن واشوط أعمال الملتقى العلمي الثاني للمحكمة العليا خلال هذا العام وقد توجه هذا الملتقى بتوصيات تتعلق بمراشعة قانون الإجراءات المدنية والنصوص القانونية المتعلقة بقضاء الإلغاء والتعويض بعد يومين من العروض والنقاشات أكف فيها المشاركون على دراسة النواقص الملاحظة في النصوص الإجرائية والصعوبات التطبيقية التي تعترض القاضي الإداري في القضايا المعروضة عليه واقتراح السبل الكفيلة بتجاوزها يختتم هذا المتقى العلمي الثاني لسنة 2024 حول موضوع المحكمة العليا قاضي إلغاء ورقابة على قضاء التعويض مراهر المعالجة القضائية للنزاعات في المادة الإدارية تمشياً واتساقاً مع المقاربة التشاركية المعتمدة من المحكمة العليا مع مختلف المتدخلين في المنتج القضائي سعت المحكمة خلال يومي الملتقى إلى معالجة موضوع هام يتعلق بالمعالجة القضائية للنزاعات في المادة الإدارية وقد مكن هذا الملتقى من الخروج بتوصيات نذكر منها على سبيل المثال للحصر مراجعة قانون الإجراءات المدنية والنصوص القانونية المتعلقة بقضاء الإلغاء والتعويض وإسناد قضاء الإلغاء لمحاكم الولايات وإزالة التناقض بين النصوص خصوصاً في مواد التعهد وتحيين النصوص لستلاءم مع العصر الرقمي وأهمية إنشاء الوكالة القضائية للدولة في معالجة القضايا الإدارية وستجد هذه التوصيات نفس القدر من الاهتماء الذي حظيت به توصيات اليوم الأول العلمي وقد أصدر المشاركون في هذا الملتقى العلمي توصيات شملت المطالبة بإنشاء قضاء إداري مستقل ومتخصص ومراجعة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية وتحيين النصوص خاصة في الجانب المتعلق بالقانون الإداري فضلاً عن توصيات أخرى شملت تمكين القضاة الإداريين من آليات لتنفيذ القرارات والتنسيق بين الجهات الإدارية والقضائية فيما يتعلق بالنزاعات العقارية واقتراح آليات فعالة والسريعة لتنفيذ الأحكام القضائية بهذا الأنصر مشاهدنا ناتي على ختم نشرة الرابعة التي قدمناها لكم من قناة الموريتانية تذكير بالعنوين رئيس الجمهورية يهني دونالد ترامب بمناسبة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية مجلس الوزراء يصدق على عدد من مشاريع القوانين والمرسيم من بينها مشروع قانون حول النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا الوزير الأول يترأس اجتماع اللجنة الوزرية المكلفة ببرنامج وشب مدينة حصرية شكراً على حسن صغير